سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بمشروع القرار العربي اللي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار وقال الرئيس عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعي ورحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية وقال أنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حدثي سقوط جسم غريب بين ويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابة وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد اتنين طائرة موجهة بدون طيار كانت متاجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أصفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بن ويبع إضافة إلى سقوط الأخرى بطابة وجاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ترجمة نانسي قنقر